قال له فَسَأَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ لماذا لم يقل يقيمون الصلاة؟ هؤلاء القوم كانوا سبحان الله ولا تزال فيهم هذه النزعة الحسية العجيبة لذلك كما قلت غير مرة كلما أراد الله تبارك وتعالى أن يُذكِّرهم وأن يمتنَّ عليهم بما سبق منه المن قال ايه؟ اذكروا نعمتي عليكم يُذكِّرهم بماذا؟ بالمن والسلوى بالمن والسلوى أما هذه الأمة المحمدية المصطفوية الشفافة العالية المتألِّها وأعني صلحاءهم جعل الله وإياكم جميعا من صلحاء هذه الأمة ومباركيها فقال اذكروني أذكركم لم يذكر لا منا ولا سلوى بالعكس وصح عن نبيه أنه كان أخشى ما يخشى على هذه الأمة أن تُفتح عليهم الدنيا أن تُفتح عليهم مصادر المن والسلوى ليس هذا ما يمكن أن يُمتن به على الأمة وإن كان فيه منة جزيلة وعظيمة بلا شك لكن أذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فرق كبير كما بين المشرق والمغرب كما بين السماء والأرض ثم قال تبارك وتعالى فسأكتبها هذه الرحمة التي وسعت مثل هذا ذنب العظيم سأثبتها إثباتا خاصا لأناس من قومك وأشار هنا إيش إلى عيسى عليه السلام بقوله والإنجيل وموسى كان يعلم أن أخا له سيتلوه في أثره هو عيسى عليه السلام ويعلم أن محمدا ستُختم به السلسلة النورانية الربانية العلوية النبوية الرسالية كان يعلم هذا قال له فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة لماذا لم يقل يقيمون الصلاة والصلاة في الأصل ماذا؟ دعاء وابتهاء هم يصلون ولعلهم كانوا يصلون كثيرا يبتهلون ويضرعون في ماذا؟ في منن الدنيا وأعراضها أما الذي كانوا يتجافون عنه ويتحايدونه فهو ماذا؟ إنفاق المال وحبهم بالمال معلوم حبهم بالمال معلوم هذا ما أفاده بعض حذاخ المفسرين قال ولذلك خص إيتاء الزكاة هنا دون إقام الصلاة قرآن؟ دقيق جدا الكلام عمن؟ عن بني إسرائيل ليس عن كل البشر ليس عن المسلمين عن بني إسرائيل عن قوم موسى وفي آخر السياق الكريم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ليسوا كلهم لفقا واحدا خامة واحدة منهم أناس طيبون منهم أمة مقتصدة في المائدة وكثير منهم ساء ما يعملون ليسوا سواء القرآن دائما وهذا من عدل القرآن الذي تفتقر إليه الأمة اليوم لا عدل لدينا لا في الحكم على يهودي ولا مسيح ولا على مسلم والله ولا على مسلم والله وأنا إذا تحدث عن رحمة الله وما عسى أن يغفر من الذنوب في البال كلام كثير جدا يصيب المرأة المحبة حقا لأمته بالكباد والمرار عن تورط فرق هذه الأمة وطوعفه عبر العصور في تكفير بعضهم بعضا وسأذكر هذا أيه ربما في مرحى لاحق إن شاء الله تبارك وتعالى يذكرون هذا ويتبجحون به الكبار والصغار الكبار والصغار وطبعا هذا سيفتح كوة سيفتح نافذة لقائل لكي يقول إذا كان حال هذه الأمة مع كتابها ومع نصها الإله المحفوظ الخاتم على هذا النحو بحيث لم يتورع أو لم يطق بعضهم التورع عن تكفير بعض ترجمة نانسي قنقر